أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن مشروع لشاركة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاصة يتمثل في مشروع ساوث ماد بالساحل الشمالية أوضح مدبولي أن المشروع من شأنه التكامل مع مشروعات أخرى بالمنطقة كمشروع مدينة العالمين الجديدة لتحقيق المستهدفات نحن بدأنا كدولة بمشروع مدينة العالمين الجديدة اللي هي مش مدينة سيحية فقط ولكن هي مدينة بمعنى الكلمة فيها كل الأنشطة أعلن منذ فترة بالأمس القريب على واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل اللي هو كان مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم نحن بنسعد جميعا أن نعلن عن مشروع آخر وهو مشروع ساوث ماد أيضا على الساحل الشمالي الغربي عشان يتكامل مع كل هذه المشروعات وعشان نحقق المستهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه لما بنقول إن احنا كمصر قادرة في خلال الفترة القادمة لغاية عشرين تلاتين إن احنا نكتزب على الأقل ضعف عدد السياح اللي بيجوا النهاردة مصر احنا مش بنبالغ